بين الجوع وكورونا يعلق اليمنيون بلا دولة توفر لهم الأمن الغذائي أو تحميهم من الوباء وسط صراعات لا أفق واضحا لإنهائها فالأمم المتحدة جددت تحذيرها من خطورة ترك اليمن دون حلول حقيقية توقف التدهور الكارثي في الأمنين الصحي والغذائي حيث رصد برنامجها الإنمائي أكثر من عشرين مليون يمني يعانون مما أسمته بالجوع المزمن لقد دخلت اليمن بتوصيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوابة الجوع المزمن ولم تعد فقط تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وبحسب تغريدة للبرنامج فإنما يفوق السبعة ملايين يعانون من سوء التغذية وما يزيد من سبعة عشر مليون بحاجة للخدمات الصحية بينما يحتاج ما يفوق العشرين مليون إلى خدمات المياه ويتطلع أكثر من سبع ملايين إلى الحصول على الماوة اجتماع وباء كوفيد 19 إلى جانب المجاعة المزمنة يعرض ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع بشكل بالغ لآثار فيروس كورونا وفق تحذير البرنامج الإنمائي الأممي وهو ما يفاقم من معاناة اليمنيين كانت اللجنة العليا للطوارئ قد وثقت في آخر إحصاءاتها مساء خميس الرابع من يونيو الجاري وفاة أكثر من مئة حالة إصابة من إجمالي عدد الحالات المؤكدة البالغ عددها 453 في المناطق التي تتبع رسميا الحكومة الشرعية بينما لم تعلن الميليشيا الحوثية سوى عن تسجيل أربع إصابات وحالة وفاة واحدة وسط اتهامات محلية ودولية بإخفاء عدد حالات الإصابات الحقيقية